اهلا بكم من جديد يصدع توسع الذي تشهده المملكة في التنمية الاقتصادية وثقافية وقوة المشاريع العملاق القادمة والتي تعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تستدعي توفير عداد كبيرة من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والتي تعد المرأة شريكا مساهما فاعلا فيها ان عمل المرأة يناقش دائما كمشكلة ولكن بقدر ما هو مشكلة في الوقت الحاضر فانه ايضا يمثل حلا لمشكلات كثيرة فعمل المرأة يفتح افاقا كثيرا لنهضة البلد باعتبارها طاقة منتجة تحتاجها التنمية ويمكن ان تسهم في معالجة كثير من الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل ان خطط تمكين المرأة تستدعي على الالتفات الى كل ما من شأنه تطوير مشاركة المرأة وتنمية قدراتها ووعيها ومن ثم تحقيق ذاتها على الصعيدين المادي والاجتماعي ويتح لها كل القدرات والامكانات التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ثم الاسهام الحر والوعي في بناء المجتمع المدني على اصعدته كافة لذلك تعد المشاركة والتمكين وجهان لعملة واحدة اي ان المشاركة لا تستهدف فقط تنمية المجتمع وتخطيط المستقبل بل تستهدف ايضا تنمية الذات المشاركة وتطوير وجودها المؤثر في الحياة الاجتماعية على اصعداتها المختلفة من الزلقاء والكراك ومعان واربد دعونا نتابع تقارير تالية التي عدها الطلبة هناك في العصور القديمة والحديثة سطرت المرأة اسطرا من نور في جميع المجالات فكانت ملكة وقاضية وشاعرة وفنانة وأديبة وطبيبة ومعلمة بالاضافة الى الكد والكدح والمساهمة بكل ما اتيت من طاقة في رعاية بيتها وأفراد أسرتها فهي الأم التي تقع على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال القادمة وهي نصف المجتمع بدورها وفكرها وعلمها وشريكة الرجل وسنده دخولها بعض المجالات حتى الحساسة والدقيقة لم تعد أمرا مستصعبا أو مستهجنا في ثقافة مجتمعنا الأردني المرأة باتت شريك قوي في سوق العمل والإنتاج لا بل تنافس الرجل في تفاصيل دقيقة جدا بالعمل وبكل دافعية وبكل روح عالية من المشاركة والمساهمة في ميادين متنوعة ومتعددة فالمرأة الأكاديمية، المرأة الاقتصادية، المرأة الممرضة والطبيبة والقاضية وفي وقت مبكر مساهمة فعالة في البناء الحضاري للمجتمع تركتها المرأة في جميع المجالات أدت إلى تأهيلها وانخراطها في سوق العمل وتمكنها من ذلك بدعم واهتمام من المنظمات والجهات المختصة أعتقد أنه تأدي دور أحيانا قد يفوق دور الرجل بشكل أو بآخر لكن أنا أعتقد أن هناك حالات استغلال للمرأة من بعض أرباب العمل خاصة في المصانع الكبيرة من خلال الرواتب المتدنية اللي ما بتكون حقيقية اللي منسمع عنها اللي هو الحد الأدنى للأجور 190 دينار أحيانا نسمع برواتب أقل من نصف هذا المبلغ إضافة إلى ذلك الإجازات أو التأخير في الدوام أو أحيانا استغلالهن بطرق يعني غير منطقية والمرأة ملزمة إنها تعمل فلذلك نجد أنه في هناك إجحاف بحق المرأة في هذا الأمر لكن بعض النساء أثبت جدارة راقية وكبيرة في تجاوز هذه العقبات لا يغفل أحد عن أهمية دور المرأة في المجتمع فدون أن تؤدي دورها لا يمكن أن تسير عجلة الحياة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرنامج من نوفينا براء أبو همام ترجمة نانسي قنقر